إشكالية المعرفة الأنتروبولوجية بالفضاء المغاربي مثل محورا لمحاضرة بالمععد الملكي للتقافة الأمازيغية من تنظيم مركز الدراسة الأنتروبولوجية والسوسيولوجية المحاضرة تناولت مصار نشأة هذا التخصص من بداية الأولى إلى واقعه الراهن في البرامج التعليمية والأكاديمية الأنتروبولوجيا بدأت تأخذ طريقها إلى التشكل في هذا الزمن ولكن هذا التشكل الذي يزال في بداية الأولى ونسجل فيها في الصحة المغاربية بشكل عام وجود بحيثين كبار في مجال الأنتروبولوجيا مثلا محمد الجويلي في التونس مثلا سينادير معروف في الجزائر محمد موساوي مارك شبال في المغرب الأقصى حسين رشيق عبدالله الحمودي وهم من الأسماء المشهورة المحاضرة حول المعرفة الأنتروبولوجية بالفضاء المغاربي حاولت تثلت ضوء على الإضافة التي يمكن أن يقدم هذا المكون على مستوى البرامج الثقافية والاشتماعية وارتباطه بالثقافة والهوية بالمنطقة المغاربية